شهدين يا كرامة هنروح لليندة نتعرف منها على آخر أخبار التقس والمرور وأيضا أسعار الدهب والعملات صباح الخير عليك يا لين صباح الخير هدير صباح الخير يا أحمد الحقيقة هدير في بعض الكثفات المرورية هنتعرف عليها دلوقتي ولكن بخصوص التقس في تحسن شوية في الأحوال الجوية النهاردة عن إمبارح القهركة بتسجل إمبارح 34 النهاردة بتسجل 30 طيب عظيم الجوي بقى لطيف إن شاء الله لننا التفاصيل بالي إن شاء الله صباح خير عليكم مشاهدينا خلونا نصارد مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبص على شوارع القهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل هنروح دلوقتي ونتعرف على الكثفات المرورية الموجودة وهي الكثفات الحية ملخوضة على معظم المحاور في القهرة والجيزة بالتزامن مع منتصف الأسبوع خلونا نبتدي جولتنا من القهرة وكبري أكتوبر المتجه لمطقة الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثفات مرورية متحركة أما المكمل أعلى الكبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر فيه برضو كثفات مرورية زي ما حضراتكم شايفين هنشوف طريق صلاح سالم في بعض الكثفات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثفات بدأت تقل وبيبقى فيه سيولة مرورية ملخوضة بتوصل لحد نفق الطيران بعد ما نوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثفات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكبري المرغني أما طريق الكورنيش فيه بعض الكثفات المرورية عند المظلات وبيكون فيه سيولة مرورية بتقل بعد كبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير واللي مكمل فيه طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان فيه سيولة مرورية هنستكمل جولتنا فيه شوارع الجيزة وهنبتدي من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر فيه كثفات مرورية كبيرة قبل الدائري والحد ميدان لبنان أما المحور المتجه لأكتوبر فيه بعض الكثفات لكنها بسيطة ونتجه عن أعمال التوسع اللي بتتم فيه المحور وكمان أعمال إنشاء القطر الكهربائي الخفيف فيه كثفات مرورية على كبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثفات متحركة وبتظهر كمان كثفات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان لكنها متحركة ونفس الأمر كمان في كبري عباس والجمع والجيزة المعدني وكمان بتظهر كثفات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السريات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة أما محور عرابي فيشهد كثفات متوسطة المتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثفات بمحيط كبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات أما شارع الهرم فيشهد ظهور كثفات بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريوتية ومذكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو وبتظهر كثفات بمنطقة مشعل وكثفات بسيطة من شارع العشرين والحد الطلبية وكثفات عالية للمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطواب وكمان بتظهر كثفات تانية في شارع السودان والحد جمعت القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء وإنبابا هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية والقادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل طريق شبرة بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية لحد تقطعه مع الدائري الأقليمي أما القادم من شبرة بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار والحد منطقة المطرية والحلمية وميدان ركسي الطريق الزراعي القديم بيشهد كثفات مرورية قبل الطريق الدائري بتزيد تحت الطريق الدائري والحد كبري ألمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كبري دوران الخلف وفيه كمان كثفات بسيطة قبل ميدان المؤسسة وأما اللي رايحة مدينة أليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة نسبية لو كملنا لحد محكمة أليوب في سيولة مرورية وصلة لحد طريق أليوب الأناطر الخيرية هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وهنلاقي كثفات بسيطة موجودة في بعض الطرق وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل وصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع الشارع النبي دانيال اللي بيشهد كثفات مرورية متقطعة ونسبية وصلة لحد طريق الحرية لو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثفات مرورية تانية وصلة لحد محرم بيك والشارع عبدالقادل الغرياني أما طريق الكرديش ففيه كثفات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة مايامي ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثفات المرورية من الوقت مشاهدين تعالوا انتبعوا مع بعض متوسط أسهار صرف العملات الرسمية والبداية مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.52 أما الشراء فسجل 18.44 اليورو البيع سجل 19.56 أما الشراء فسجل 19.46 الجنيه الاستليني البيع سجل 22.94 أما الشراء فسجل 22.83 الفرانك السويسري البيع سجل 18.69 أما الشراء فسجل 18.60 هنروح ليوان الصيني البيع سجل 2.76 أما الشراء فسجل 2.74 الريال السعودي البيع سجل 4.93 أما الشراء فسجل 4.91 الدينار الكويتي البيع سجل 60.46 أما الشراء فسجل 60 جنيه وقرشين والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه واربع قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش وبالنسبة لمتوسط أسهار الدهب فعيار 18 سجل 1011 جنيه للجرام وعيار 21 سجل 1180 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1348 جنيه للجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 9.490 جنيه خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعا أحوال الطقس النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والشمال الصعيد وفي شبورة مائية الصبحة على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة فيه كمان نشاط لرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة في السلوم 22 هنتابع مع حضرتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية بالوقت هنرجع لأحمد وهدير عشان يمتدوا فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لحكية للمشاهدة شكرا لكم